وعودت كذلك تسجيل حالات مما يسمى بالبحمرون حالة طوارئ إذن بولاية بازا وذلك بالضبط بالقليعة عقب اكتشاف حالات إصابة بالبحمرون بمستشفى القليعة أربع حالات هي المشتبه فيها وسط الكدر التطبيل لمستشفى القليعة واللحظة هناك تطهير للمصلحة وبالضبط مصلحة الاستعجالات وإجراء تحليل الأقارب للحالات المشتبه فيها أذكر مرة أخرى بأنه توجد حالة طوارئ بمستشفى القليعة بعد تسجيل أربع حالات مشتبه فيها وسط الكادر الطبي لمستشفى القليعة واللحظة عملية تطهير للمصلحة وكذلك إجراء تحليل لأقارب الحالات المشتبه فيها سنعود طبعا إلى تفاصيل هذا الخبر خلاله وفي سياق هذه التغطية الإخبارية